السلام عليكم يارب تكونوا بالف خير عايز اقول لكم بقى النهاردة عملت لهم عزومة بدون اي ترتيب وكمان في اقل وقت ممكن عودتهم عن اليومين اللي فاتوا والاكل الارضيحي عملت كمان النهاردة فراخ مشوية وعملت كفتة مشوية حلوة قوي عملت مقارونة عملت كمان سلطات وطحينة حاجات بجد حلوة كانوا طلبينها مني وكمان الاكلة دي بيحبوها مشوية على الفحم هقول لكم كل اسرار الكفتة عمرها ما تفك منك هتطلع معاك جميلة جدا وزي ما احنا شايفين النهاردة دفطرنا بدون اي ترتيب بجد وفي اقل وقت ممكن هتكلم معاكو في كل حاجة وإحنا شغالين جوا الفيديو كمان عملت العصير وحطينا بقى المخاللات بتاعتنا وده كان فطرنا النهاردة لو اول مرة تشوف قناتي ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك للفيديو يلا بينا على بركة الله نبدأ نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف طريقة بتاعتنا ويرب يكون فيديو النهاردة يعجبكم ويكون سريع كده وخفيف عليكم معايا هنا فرخة عشانا شويها وكمان معايا نص كيلو من اللحمة المفروم معايا واحدتين بصل واحدتين طماطم واحدتين من الفلفل الاخضر تمام كده زي ما قلتلكم عملت العزومة بدون اي ترتيب لانها اطلبت مني فاجأة كده لا يا ماما يلا عواضينا عن اليومين اللي فاتوا هو فين رمضان انتي بتتحكي علينا كده لاني كنت عاملالهم قبل كده معمر وكان معمر سادة بس كنت في اليوم ده تعبانة ومقدرتش عامل بجد اي حاجة خالص اللي هو كده يعني معمر وسلطة وعلى كده تمام فنبدأ بقى نعواضهم بقى عن اليومين اللي فاتوا دول وكان في قبلها كمان يعني بواقي اكل فكانت الدنيا كده معاهم لا كده حرام والولاد بيصوم وكده حرام علينا بجد فقلنا بقى معواضهم جبت الفرحة وبدأت ان انا بعد ما غسلتها وانا شفتها كويس عملت فيها الفتحات من كل جهة كده وانا عندي الاجنحة والاوراق بدأت افتح العظم بتاعها علشان ما يكونش في اي حاجات غير مرغوبة فيها بعد الشاوي ولان دي اكتر الاماكن اللي بتحتاج سوى اكتر فاحنا لازم نفتحها وكمان علشان تتشرب من التدبيلة في الكابة بتاعتي حطيت الخضار اللي معانا بصل وفلفل وطماطم تمام كده كل ده في الكابة هنا بقى عندي التوم ده توم مفروم في الليزر فبس تخدمه على طول لو ما عندي كيش توم مفروم هتضيفي عليها توم فرش تمام كل ده كده في الكابة هفروم ونيعم جدا جدا والخضار ده بتاعي هقسمه على اتنين جزء منه هاخده للكفتة وجزء منه هاخده لتدبيلة الفرح تمام كده بس علشان هاخد الجزء اللي هاخده للكفتة لازم نصفي الخضار ده كله من السويل بتاعته يعني هو مفروم في الكابة ما فيهوش اي مية زيادة ولا حاجة ولكن المية العصارة بتاعت البصل والطماطم والفلفل هي دي اللي لازم نشيلها خالص من الكفتة علشان الكفتة بتاعتنا ما تفكش مننا وتكون سايبة كده تمام دي من ضن اسرار نجاح الكفتة بتاعتك علشان تكون حلوة هنا دلوقتي بقى علشان طبعا انا دخل المطبخ متأخر العصر فعلشان اوفر على نفسي بقى وقت ومجهود ان انا الكفتة بتاعتي لازم ان تتعجن كويس علشان تختلط والانسجة بتاعتها تبدأ تعمل خيوت كده للتماسك تبقى حلوة بعد ما صفيت الخضار خدت في حدود نصه كده حطيته تاني وهي اللحمة في الكابة زي ما احنا شايفين احط الملح الكفتة بقى بتزبطي لها ملح بتحب القرفة بتحب البابركة وهتزبط لون اللحمة جدا حتى لو فيها دهون بتحطي فلفل اسمر بتحطي سبع بهارات بتحطي بهارات كفتة اذا حبيتي بتحطي التوابل اللي تحب تحطيها او فيه كمان بهارات مشويات لو انت حب اضي فيها كل ده ممكن تحطيه ما عنديكيش بقى البهارات الكفتة زي ما قلت هنحط بابركة وهنحط قرفة وهنحط سبع بهارات وهنحط كبيبا سيني او جسط طيب للناس اللي بيحبوا يحطوا جسط طيب تمام كده خلاص كده خلصت الكفتة بتاعتي بتوابلها بالخضار بتاعها وكمان خدت العجنة المزبوطة زي الفل تمام كده يدوب بس هلفها بيدي كده واسبها ترتاح لازما الكفتة ترتاح على الاقل في حدود ربع ساعة تمام انا هنا نسيت احط في الكفتة حاجة ودي مهمة جدا للكفتة هحطها معاكو بعد شوية اني زي ما قلتلكو عملت النهاردة العزومة بتاعتنا دي بدون اي ترتيب خدت بقى بقى الخضار اللي كنتم صفيهه اللي هو البصلة بالطماطم بالفلفل زبطت الملح وحطت بابريكة كل ده مباشر كده على الفرقة على طول تمام وحطت فلفل اسمر حطيت سبع بهارات وكمان بحب احط القرفة يعني بزود نجهة القرفة زيادة شوية عن اللي في السبع بهارات تمام بحب احط قوي كاري كمان وكمان هجيب هنحط ايه احط مسترده كمان على الفراخ المشوية بتاعتنا هبدأ بقى ااخد شوية الخضار والتوابل دول بعد ما فرجتهم مع بعض اتبل بهم الفرخة واحط كده ما بين العضم والجلد وكل الفتحات اللي انا فتحتها فيها من عند الاجنحة والاوراق وكده تمام تبلها كويس وخصوصا الاماكن اللي عند العضم دي يا جماعة مش عايزين نقلق خالص من شوية الخضار اللي محطوطين دول مش هيحروقوا معانا الفراخ خالص تمام كمان هنزل عليهم شوية مية باللبصل وعصارة البصل اللي نزلت دي علشان يتشرب كمان نسيت احط خلي فانا هضيف الخلي مباشر كده على الفرخة تمام ده بيساعد على انها تكون طرية وكمان تستوي اسرع عطيت كمان رشة من الزيت وهرجع تاني بايدي كده ادلكها كويس من الجهتين واسبها بقى كده تمام انا بقيت شوية من عصارة البصل والطماطم علشان هلمع بيهم الكفتة واحنا بنشويها خلاص كده بعد ما عد على التدبيلة دي بالصبت نص ساعة رفعتها على الفحم على طول ما قعدتش اكتر من نص ساعة اذا اقولكو كانت لحم الفرخة متشربة وحلوة ده نتيجة ان هي الفرخة عاملة فيها فتحات دي اتشربت اسرع من التدبيلة تمام خلت الفراخ تتشرب بسرعة من التدبيلة هنا بقى جبت الكفتة بعد ما عد عليها ربع ساعة وارتحت ده المكون اللي كنت نسيته لازم نضيف عليها شوية من البيكنج بودر معلقة صغيرة كده هتخلي الكفتة بتاعتك مفتاحة وحلوة ومش مكتومة تمام كده زي ما احنا شايفين الكفتة بتاعتنا مسكة نفسها وارتحت هتديني النتيجة افضل بكتير باننا كنت اصبعها على طول طبعا ده بعد ما الفرخة حتناه على الفحم علشان تاخد نص تسوية هبدأ يدوب اصبع الكفتة وبعدها هبدأ اننا بعد ما الفرخة تستوي هنحط الكفتة على طول على الفحم تمام كده كل ده خلاص ما عدش كده على المغرب في حدود ربع ساعة مثلا او تلت ساعة كمان كنت عندي تسبيكة صلصة جهزة من اللي بفرزها معاكم طلعتها وقلت عمل ايه كيس مقارونا واحد كده انا صراحة كنت حابة ان انا كلها بطحينة وعيش وصلطة وكده بس قلت يلا عمل كيس مقارونا علشان لو حد حابب يأكلها بمقارونا وطلع صراحة افضل ان انا عملتها لاني طبعا الولاد مش بيحبوا اكلة العيش مش بتكون مش بيعا قوي بالنسبة لهم فانا عملت المقارونا دي بقى عصيان الشيش طوق حطيت كل عصيتين كده باخد قطعة من الكفتة لازما ان انا اقفلها كويس كده ما بين ايديا زي ما احنا شايفين وابدأ ان انا اصبعها على العصيان الشيش طوق كده او لو عندك اسياخ بتعملي عليها تمام وبعدين بديها تلميعة من مية البصل كده بتخليها بتلمع كده وحلوة وجميلة تمام كده جاهزة بعد ما شيل الفرخة ان شاء الله نحط ايه الكفتة الكفتة طبعا في التسوية مش بتاخد مننا اكتر من ربع ساعة دي المقارونا تمام كانت استوت معايا كده على ما صبعت الكفتة عملت كمان طحينة طلعت مخلل قطعت طبق سلطة زي ما احنا شايفين طبعا العصير بقى يكون سريع كده لان زي ما قلت لكم المغرب هيئزن عملت سوبيا يدوبة صبها كده في الكسات وتكون كل حاجة جاهزة معايا رصيت كل حاجتي كده على رخامة علشان اشوف انا لسه مقصني ايه وايه اللي لسه محتاجة اعمله اروح بقى بصة على الفرخة خلاص الحمد لله كده زي الفل بسم الله ما شاء الله حاجة كده تفتح النفس بجد استوت كده واخدت لون حلو وتحمرت اشيلها بقى حطها بقى في طبق التقديم وبعدين نحط الكفتة ونرسها على الفحم بالشكل ده الضبط تلت ساعة وهتكون استوت معايا وزي الفل هنا الفرخة بقى نحطها نبدأ ان احنا ايه نزينها كده بشوية بقدونس شوية كسبرة خضرة زي ما تحبي نرجع كده نبص على الكفتة بتاعتنا ما شاء الله هنا دنيا كانت ضلمت علشان المغرب كان قزن خلاص تمام الكفتة بقى عايز اقول لكم كانت علشان فيها نسبة ده كانت مدخنة كده وزي ما انتو شايفين جميلة بجد طحفة عارفين اللي هو المغرب الدن بس احنا مش مشكلة نصبر علشان هنأكل حاجة حلوة يعني في استعداد للحاجة اللي احنا عايزينها دي شايفين الجمال ده بجد بقى كان في الوقت ده الكل بقى ملفوف حواليها وواقف بقى على شوق مستني هوريكو بقى تراوية الكفتة طلعتها كده بره الاسياح شايفين طرية ومرينة ما فكتش مني خالص ولا وقعت من على الاسياح الشيش طوق بتاعتنا حابة ان انت بقى تقدميها كده بالاسياح انا فكرة الروات بيحبوا كده قوي او ممكن تشيلها وترسيها كده وتزينيها بشوية بقى دونس كده احنا تمام زي الفل نغرف بقى شوية المقارونة ونحط المفرش بتاعنا ونبدأ ان احنا نرسي فطرنا ومعاكو كان فطار بسيط كده وسهل والحمد لله بسم الله ما شاء الله جميل جدا ما خدش مننا وقت التدبيلة بتاعت الفراخ كانت سريعة جدا كمان واحلى كفتة طرية وجوزي ومستوية وجميلة جدا وكله مشوي على الفح طبعا الطحينة البيتي بقى اللي احنا بنعملها مع بعض في البيت دي الازة حاجة بتعملي منها بكميات براحتك لانها قد ايه هي موفرة وجميلة اتمنى ان شاء الله فيديو النهاردة وافطار النهاردة السريع ده يكون عجبكم ان شاء الله ان شاء الله تقولولي كمان رأيكم في التعليقات وما تنسوش بقى لو انت اول مرة تشوفوا قناتي تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وكمان تعملوا شير بين اصحابكم الوصفات حلوة وسريعة وكمان الفيديو سهل وبسيط واشوفكم الفيديو الجاهل خير باي باي